سجلت الصين حصيلة إصابات يومية بفايروس كورونا هي الأكبر منذ نحو ثلاث سنوات ووفق مكتب الصحة الوطنية بلغت الإصابات نحو 32 ألف إصابة غالبيتها بدون أعراض وذلك على الرغم من الإجراءات الصارمة التي تفرضها السلطات لسيما الفحوصات واسعة النطاقة ووسط مخاوف من سياسة الصفر كوفيد وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتوريد فرضت الصين إغلاقا عاما على مدينة تشين جيتشو السلطات أغلقت المدينة الواقعة وسط الصين التي تضم مصانع ضخمة من ضمنها مصنع لهواتف آيفون وذلك بعد زيادة أعداد إصابات كورونا ومن ثم فرض إجراءات مشددة لمكافحة الفيروس هذا الأمر الذي أثار احتجاجات وحالة من الدار أرسل الصانع السياسة المالية في الصين إشارات فتاح جديدة في مناحي التعاون الأجنبي واكتشاف الأسواق الصينية إذ ارتفعت منذ 2017 رسول البنوك الأجنبية في الصين بنحو 30% وسط تأكيدات من بكين على اتخاذ خطوات قوية لضمان التطبيق الكامل والفعال لحزمة سياسات مقررة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وفق البيانات الرسمية وتصريحات المسؤولين الصينيين كيف تبدو أرقام الاستثمار الأجنبي في الصين المزيد في هذا العرض التالي بدعوى الانفتاح والاستقطاب العالمي للأسواق لطالما سعت الصين إلى جذب العالم للاستثمار فيها حيث توسع الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في الصين بنسبة 14.4% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 152 مليار دولار أمريكي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 ورغم سياسات صفر كوفيد الصارمة أظهرت بيانات وزارة التجارة أن صناعة الخدمات وهو القطاع الأكبر في دعم الاقتصاد شهد قفزة في تدفق الاستثمار الأجنبي بنسبة 4.8% على أساس سنوي في حين زاد الاستثمار في الصناعات فائقة التكنولوجيا بنسبة 31.7% مقارنة بالعام السابق رغم أزمة الرقائق التي يشهدها العالم وعلى رأس قائمة المستثمرين جاءت كوريا الجنوبية إذ ارتفعت الاستثمارات منها في الصين بنسبة 106% بينما جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بنسبة 95.8% وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022